موسيقى 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 نروس نحو الموجهة لتلاميذة الثامنة من التعليم الأساسي إذن محور جديد بعنوان اشتقاق الأسماء الدالة على الحدث أو على أحد متعلقاته والدفس الأول في هذا المحور هو المصدر المهمي وإسماء السمان والمكان ننطلق من نص ميخايل نعيمة يقول الكاتب إذن مالت الشمس إلى المغيبي ولم أذفر بمطلبي فحز في نفسي أن أعود إلى المنزل وليس في يدي حجل وكم تمنيت لو كانت لي مقدرة يشوع ابن نون لأوقف الشمس لعلن يوفق إلى استياد حجل أو طائر آخر إذن النص كما قلنا ميخايل نعيمة ننظر في هذا النص إذن وننظر في هذه الكلمات المسطرة وسأحاول أن أعوذها بكلمات مماثلة نقول مثلا هنا مالت الشمس إلى الغياب ولم أذفر بطلبي فحز في نفسي أن أعود إلى المنزل وليس في يدي حجل وكم تمنيت لو كانت لي قدرة يشوع ابن نون لأوقف الشمس لعلن يوفق إلى استياد حجل أو طائر آخر نلاحظ هنا أننا عوضنا هذه الكلمات المبدوعة بميم بكلمات أخرى إذن لها نفس المعنى وهي إذن مصادر إذن فالمصادر التي يعني استعملناها وعوضنا بها هذه الكلمات هي مصادر أصلية وما دامت هذه المصادر إذن لها نفس المعنى مع الكلمات المسطرة في النصفة إذن كلاهما مستر إذن غياب ومغيب كلاهما مستر قدرة ومقدرة كلاهما مستر طلب ومطلب كلاهما مستر ولكن المصدر هنا الموجود إذن في هذا النص إذن مغيب ومطلب ومنزل وما إلى ذلك هذه مصادر ميمية لأنها مبدوعة بميم كما قلنا لدينا إذن في هذا النص فقرة أخرى إذن لم تكتب وفي هذه الفقرة نجد إذن جملة هي هممت أن أجد في السير خوفا أن يدركني الظلام نقوم بنفس العملية وهي أننا سنعوذ الآن المصدر الاصلي بمصدر ميمي فنقول هممت أن أجد في المسير مخافة أن يدركني الظلام لم يتغير شيء بأنها قول كلمة السير والمسير لهما نفس المعنى لكن السير وخوفا نسميه ما مصدر أصلي ومسير وما خافة تسمى مصدر ميمي ما هو المصدر ميمي إذن؟ المصدر ميمي إذن هو مصدر مبدو بميم زائدة في غير وزن المفاعلة يعني مثلا وزن المفاعل وقاوم مقاومة مثلا ساوى ما مساومة هذا ليس مصدر ميمي وأنه مصدر أصلي ويدل على مطلق الحدث وهو قياسي إذن هو يتفق مع المصدر الأصلي في أنه يدل على مطلق الحدث ولكن يختلف عنه في كونه قياسي يعني له أوزان معينة على عكس المصدر الأصلي مناء الثلاثي المجرد الذي كما علمنا إذن في السابع أساسي وفي الدروس الماضية بأنه يعني سماعي بالدرجة الأولى المصدر المشتق مناء الثلاثي المجرد نواصل إذن مع الدرس والجملة الموالية هي لم أغفر إذن بمطلبي على وزن مفعلي وهي من الفعل طالبها وهو فعل إذن ثلاثي مجرد التدخين مظرة مظرة على الوزن مفعلا من الفعل ظرة إذن طلب وظرة كلاهما فعل ثلاثي مجرد وإذن قد اشتققنا هنا المصدر الميمي على وزن مفعال ومفعالة ثم نمر إلى فعل آخر احترام المواعيد على ما تتحضر مواعيد مفردها موعد من الفعل وعد والفعل وعد فعل مثال فاشتقق إذن المصدر الميمي هناك أنا أعزني مفعال لا تقومن بعمل لا منتفع فيه منتفع انتفع هو فعل إذن مزيد حافين انتفع افتعل مفتعل إذن انتفع هو فعل مزيد فنحن إذن نسوه إذن المصدر الميمي منها الفعل مزيد على وزني اسم المفعول نأتي الآن إذن لأسؤال الموالي وهو كيف يصار المصدر الميمي إذن يصار المصدر الميمي من الفعل الثلاثي مجرد على وزني مفعال ومفعلة ومن الفعل الثلاثي المثال الواوي مثال الواوي إذن على المثال الواوي إذن كما قلنا هنا ننقصه إذن بعض الحروف إذن المثال الواوي على وزني مفعل وعد موعد وقف موقف وصل موصل أما من الفعل المزيد فإذن يشتق على وزني اسم المفعول على وزني اسم المفعول دائما دائما وأبدا نقول إذن انصرف منصرف افتتح مفتتح إلى غير ذلك نمر الآن إلى جمع أخرى إذن لزيد الأمر توضيحا الجملة الموالع إذن هي قرب الليل ولما يصطد الرجل شيئا فترك الغابة الليل إذن كلمة تدل على الزمان والغابة كلمة تدل على المكان وهي دلالة كما تعلمون معجمية الجملة الموالية مالت الشمس إلى المغيب مغيب على وزني مفعل من الفعل غابة فنحن إذن هنا استعملنا الاشتقاق 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 من أجل أن نتحصل على اسم يدل وعلى الزمان وهو غروب الشمس حز في نفسي أن أعود إلى المنزل صفر اليدين منزل مفعل من الفعل نزل وهو إذن مشتقدا على المكان حان منصرف الطيور المهاجرة منفعل من الفعل انصرف هو فعل مزيد الليل والغابة نفضان يدلاني على الزمان والمكان دلالة طبعا معجمية كما قلنا مغيب منزل منصرف إذن مغيب على وزني مفعل ومنزل على وزني مفعل كذلك ومنصرف على وزني منفعل هذه إذن أسماء زمان مثلا مغيب اسم زمان منزل اسم مكان ومنصرف إذن يمكن أن يكون اسم زمان واسم مكان كما سنكتشف يعني حسب السياق إذن اسم الزمان سيرة تدل على وقت وقوع الفعل اسم المكان سيرة تدل على موضع وقوع الفعل هذا إذن بالنسبة لتعريف اسم الزمان واسم المكان ثم مسألة أخرى كيف يساغ اسم الزمان واسم المكان هنا كيف يساغان اسم الزمان واسم المكان إذن يساغان على وزني مفعل اسم الزمان واسم مكان يساغان على وزني مفعل أو على وزني مفعل إذن على وزني مفعل متى؟ من الثلاث المجرد على وزني مفعل من المثال أو من الفعل مكسور العين مكسور العين إذن كما نعلم مثلا نزل ينزل مكسور العين في المضارع ينزل إذن فنقول إذن نزل ينزل لماذا لأن الفعل مكسور العين في المضارع وإذن يساوى على وزن اسم مفعول من الفعل المزيد هذه إذن هي طريقة صياغة اسم الزمان واسم مكان يساوى غاني اسم الزمان ومكان على وزن مفعال من الثلاث المجرد مفعل من الفعل المثال وقف موقف آخره ومن الفعل مكسور العين في المضارة كذلك على وزن مفعل نزل ينزل مثلا جلس يجلس مجلس ويصاغاني على وزن اسم المفعول من الفعل المزيد وتستعمل صيغة مفعل للدلالة على المكان والزمان الذي يكثر فيه وقوع الوقوع نقول دخلت الفريسة مثلا إلى مأسدة فهلكت مأسدة هي المكان الذي تكثر فيه الأسود نمر الآن للتطبيقات التطبيق الأول استخدم مصادر ميمية مما يلي الفقر هذه كلمات جميلة جدا لبن المقفع الفقر داع إلى صاحبه مقتناس مقت طبعا مصدر أصلي لأن الفعل ما قتى وجذرهم ميم وقفت مقتناس وهو مسلبة على وزن مفعالة من الفعل السلبة للعقل والمرؤة ومذهبة على وزن مفعالة من الفعل ذهبة للعلم والآدب ومجلبة على وزن مفعالة من الفعل جلبة للتهمة ومجمعة للبلاية من الفعل جمعة وهو على وزن مفعالة هذا إذن أو هذه هي نتائج الفقر الفقر إذن داع إلى صاحبه مقت الناس إذن الناس يمقتون الفقير وإذن الفقر يسلب العقل والمرؤة يعني مهما فعل الفقير في ذن فيبدو للناس يعني نقص عقل ومرؤة ومذهبة للعلم والأدب لأن الإنسان الفقير يعني يعوزه تعوزه السكينة والأطمانان وما إلى ذلك ومجلبة للتهمة يعني الناس عادة يتهمون الفقير ربما بالطمع ويتهمون الفقير بالسرقة ومجمعة للبلاية هذا إذن هو ما قال ابن المقفة حول الفقر أحترم معتقدك معتقدك على وزن مفتع لك وهو إذن كما نرى اسم عول من الفعل اعتقد من الفعل اعتقد رغم اختلافي عنك أحترم معتقدك رغم اختلافي عنك ثم بالاجتهاد تبني مستقبلك مستقبلك الفعل استقبلا إذن اسم مفعول من استقبلا إذن مستقبل نواصل دائما مع التطبيقات والآن مطلوب مننا إذن أن نميز فيما يلي بين المصدر الأصلي والمصدر الميمي ميز ما يلي بين المصدر الأصلي والمصدر الميمي مدافعة إذن من الفعل دافع مدافعة دفاع مدافعة مصدر أصلي مضرة إذن مصدر ميمي لأن الفعل أصله ضرة مخاصمة مصدر أصلي خاصة مخاصمة إذن مصدر أصلي مسح مصدر أصلي لماذا؟ لأن الفعل هو ميم سين ح محبة مصدر ميمي لأن الفعل هو حبة مزاح مصدر أصلي لأن الفعل هو مزح ميم زي ح ومقتل إذن هو مصدر ميمي لأن الفعل هو قتل مراجعة مصدر أصلي إذن لأن الراجعة يعني مراجعة مصدر إذن أصلي سق من الأفعال التالية المصادر إذن الأصلية والمصادر الميمية المتصلة بها نام نوم إذن مصدر أصلي الأول دائما وابدا مصدر أصلي ومصدر ميمي نام نوم ومنام أكل أكل ومأكل شرب شراب ومشرب وظر إذن ظر إذن ظر إذن ظر عفوا هنا إذن يجب أن نحرف هذه الث هنا إذن ظر إذن ظر ومظرة ظر إذن ظر ومظرة إذن ظر إذن مصدر أصلي ومظرة إذن أصدر مصدر ميمي نرسل دائما مع التطبيقات نرسل دائما مع التطبيقات والتطبيق الآن هو نواصل مع هذا التطبيق الذي كنا بصدده ظاعة ضياع ومضيعة مصدر الأصلي ضياع والمصدر ميمي مضيعة استنزل استنزال ومستنزل فسد فساد ومفسدة رابعا إذن التمرين الرابع اشتقى اسم الزماني من الأفعال التالية واستعملها في جمل مثلا صافة إذن هنا مصيف 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 إذن هنا مصيف مصيف يقيل إذن مقيل 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 هو القيلولة وقت القيلولة التقى إذن ملتقى ملتقانا مثلا إذن التقى ملتقى إذن ملتقانا مثلا أمام المسرح حين نستطيع أن نقول هبا إذن مهب مهب ريحي من الجنوب مثلا إنقلب إذن من واصل إذن عفوا إذن إنقلب من قالب على وزن إذن بن فعل وسمى إذن موسم موسم جني الزيتون أو موسم جني إنشتم الثمار أو الفواكه أو إذن البرتقال أو ما إلى ذلك من المواسم أقوله موسم الخريف موسم الشتاء لأخيره ضع أسماء المكان المتصل إذن بالأفعال التالية واستعمل إذن واستعمل أربعة منها في جمل إذن الجمل أنتم تكونونها سبح مسبح مثلا تقول في يوم السبت الفارتي ذهبت إلى مسبح مثلا المدينة رمى إذن هنا رمى مرمى رمى مرمى إذن سجل اللاعب في مرمى إذن الفريق المقابل ثم بالنسبة للتمرين الموالية نقول ماذا استودع هنا نواصل مع نفس التمرين إذن استودع مستودع مستودع إذن مستودع السيارة مستودع السيارة سيارة هنا في المستودع مثلا وضع موضع 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 إذن وضع نشتم نقول مثلا المعلم مثلا يده على موضع أو طبيب مثلا وضع الطبيب أصابعه على موضع الداء مثلا استشفى مستشفى ثم طار إذن مطار مطار هجر مهجر صب صرف مصرف تنزه متنزه إذن هذه الكلمات تحاولون أن تكون بها جمل تكون بها جمل أملى الجدول التالي وهذا إذن هام جدا هذا التمرين أملى الجدول التالي وفق المطلوب وفق المطلوب لدي إذن جمل هنا لدي جمل الحمد لله في الممسى وفي المصبح لا وغادر منزلي فهو ممسايا ومصبحي مكة مولد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني عشر من ربيع الأول مولد النبي صلى الله عليه وسلم جزيرة جربة مهبط السياح وصيف مهبط السياح ملتقان غدا ملتقان أمام المسرح إذن نعود إلى الجمل حتى قبل أن نقلب هذه الصفحة الحمد لله في الممسى وفي المصبح إذن هنا طبعا يدل على الزمان الزمان لا أغادر منزلي فهو ممسايا إذن هنا نفس الكلمة الممسا والمصبح وهنا نفس الكلمة هنا دل على الزمان وهنا دل على المكان لماذا دل هنا على المكان لأنه ارتبط بمنزلي بمكان يعني منزلي ثم مكة مولد النبي نفس الشيء إذن عندما نقول مكة مولد النبي يعني هنا مولد دلت على الزمان لماذا المكان عفوا لأنها ارتبطت بمكة مكة اسم مكان معين إذن اسم مكان عرفوا جميعا عفوا وهو الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الثاني عشر انظروا مولد هنا ستتحول إلى اسم زمان لأنها ارتبطت إذن بالثاني عشر وهو يعني تاريخ جزيرة جربة إذن انظروا مهبط إذن هنا مهبط إذن هنا مهبط هنا مهبط ارتبطت بمكان إذن فدلت على المكان وهنا مهبط دلت على الزمان لأنها ارتبطت بفصل معين وهو صيب ملتقان غدا ملتقان هنا إذن على وزن مفتعل وهو اسم زمان لماذا لأنها ارتبط إذن بغدا وهو يدل على الزمان ملتقان أمام المسرح المسرح هو مكان فملتقان إذن دل على الزمان عفوا دل على المكان هو اسم مكان لماذا لأنه ارتبط بمكان وهو المسرح سنة 1914 هم مبتداء الحرب العالمية الأولى إذن مبتداء دل على الزمان لأنه ارتبط بتاريخ معين نواصل إذن مع نفس التمرين نفس الجمل نفس التمرين إذن وهو إذن أوروبا هنا إذن حدد قبل قليل إذن مبتداء قلنا بأنها اسم يعني مكان لأنها اسم زمان لأنها ارتبطت بألف وتسعمائة وأربعة عشر لكن هنا مبتداء ارتبطت بمكان أوروبا مكان وهو قارة أوروبا إذن مبتداء ارتبطت بقارة أوروبا فدل على المكان إذن فهو اسم مكان من حسد الناس بدأ بمضرة نفسه مضرة هنا الحقيقة هي كما نعلم جميعا إذن مصدر ميمي مصدر ميمي مضرة إذن مصدر ميمي ليست يعني اسم زمان ولا مكان الصمت يكسب أهله محبة محبة كذلك مصدر ميمي هنا يوجد جدول إذن تستطيعون إذن أن تملأوه طبعا حسب الجمل من واحد إلى اثنى عشر محبة كما قلنا هنا محبة إذن هنا كي نميز محبة هنا صيغته إذن كما قلنا مصدر ميمي وإذن مضرة مصدر ميمي مصدر إذن ميمي ليس اسم زمان ولا مكان وهذا نفس الشيء إذن مصدر ميمي لكن الباقية إذن بين اسم الزمان واسم مكان إذن بحسب السياق بحسب السياق نحن نميز بين اسم المكان واسم المكان بحسب السياق كما قلنا إذن هذا إذن أدعوكم إلى ملأ هذا الجدول إذن طبعا هذا الدرس طويل نوعا ما لأنه يتضمن تقريبا ثلاث دروس وهي المصدر ميمي واسم الزمان واسم المكان أرجو أنكم قد استوعبتم هذه الظاهرة وأتمنى لكم المزيد من الفهم والاستيعاب وإلى اللقاء في درس لاحق إن شاء الله والسلام عليكم شكرا